قد تكون قضايا الفساد التي تلاحقه كظل تماماً هي القادرة على إزاحة نتنياهو عن السلطة في مرحلة ما الشرطة الإسرائيلية أوصت بتقديم نتنياهو وزوجته وراجل أعمال للمحاكمة للاشتباه في مخالفات تلقي رشاً وخيانات ائتمان رغم غيوم الشبهات الفساد التي تحيط بناتنياهو إلا أن شعبيته تبقى عالية الشارع اليمني متسامح وبدون إدانة تطيح بناتنياهو سيبقى ملتفاً حوله سبق للشرطة أن قدمت مرتين توصية بمحاكمة نتنياهو لكن القرار يبقى بيد النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة هذه المرة الاشتباه في أن نتنياهو ساعد رجل الأعمال ألوفيتش في تحسين أرباح شركة بيزيك للاتصالات التي يملكها في مقابل تغطية مؤيدة لنيتنياهو من موقع ولا الإخبار الذي يملكه رجل الأعمال المذكور نتنياهو يقود سياسة أمنية حذرة هناك كوابح تتمثل بالجيش والمخابرات تمنع حرباً وتفصل الاحتواء خلافاً لنزعة اليمين لكن لا ندري فقد يتخذ قرارات معينة تحت ضغط ملفات الفساد رغم أنه لاوزن لتوسية الشرطة قانونياً إلى أن نتنياهو قد يفضل تقديم موعد الانتخابات إلى مايو قبل موعد حسم المستشار القضائي في ملفات الفساد ليحظى بتفويض من الشارع في مواجهة القضاء الخطورة تكمن في أنه كلما اشتد وضاق الخناق على نتنياهو في قضايا الفساد كلما زادت فرص اندلاع حرب على الجبهة الشمالية أو الجنوبية زياد حلبية العربية القدس المهتلة